دلوقتي بقى خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي فرق المختلفة والأنشطة ومرستتنا العزيزة منا إبراهيم موجودة فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد منا صباح الخير عليك وصباح الفل كده وعايزينك قبل ما تقول لنا أخبار النادي الأهلي يعني قولنا الأجواء عندك إزاي هل دلوقتي تبتدوا الأعضاء في التوافد على الفرع بالشيخ زايد وانت رايحة ليه النادي أصلا الحالة المرورية كان أخبارها إيه كمان تفضل يا منا بزبع عليك طبعا يا نهوند وبرحب بيك وبرحب بكل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يعني احنا تحديدا النهاردة في الفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد تحديدا من آخر صلاة الكاراتي والجنبازة اللي تم إنشاءها في النادي الأهلي هنا فرع الشيخ زايد يعني عايزة أقولك في البداية الأحوال المرورية كانت فيه سيولة مرورية كبيرة جدا يعني وأنا جاية يمكن محور 26 يوليو حتى مدخل الشيخ زايد وحتى وصولي هنا لفرع النادي في الشيخ زايد كان فيه سيولة مرورية كبيرة ما حسيتش أن فيه أي مشكلة في الطريق وأنا جاية يعني يمكن في الساعات الأولى من اليوم كان فيه برد شوية فيه رياح كانت شديدة شوية لكن بعد كده الشمس لما بدأت تطلع الجو بأدافي جدا وده يمكن اللي ساعد أو شجع أعضاء النادي الأهلي هنا فرع الشيخ زايد على التواجد بشكل كبير جدا خاصة فيه تراك النادي الأهلي أكبر عدد شفته هنا داخل المقر كان جوه تراك النادي يعني الأعضاء طبعا حرسين أن هم يبقوا موجودين خصوصا لو الجو لطيف وكويس جدا زي النهاردة كده يعني خلونا بقى ده كان الأجواء عمتا زي أو إجابة لسؤالك لكن انتقالا بقى ليه أخبار النادي أهلي وفرق والرياضية المختلفة وأولا فريق كرة القدم بقيادة طبعا مستر موسيماني اللي بيستقني في تدريباته النهاردة طبعا في ظل التوقف اللي موجود لكن الفريق مستمر في تدريباته النهاردة تدريبه الساعة 4 عصر إن شاء الله على ملعب مختار الليتش أما بقى فرق الطائرة اللي النهاردة عندها أو بتشهد بداية مشوار الدوري بالنسبة للمسترز أو لفتيات الزهب بالنسبة للمسترز أو رجال الكرة الطائرة بقيادة طبعا كابتن محمد مصالحي يبدأوا النهاردة أول مشوارهم في الدوري مطشهم النهاردة على صالة الأميرة عبدالله الفيصل الساعة 6 مساء مع فريق الإعلامين وده طبعا مطش مهم علشان تبقى بداية إن شاء الله قوية للفريق كمان عايز أقولك أن الفرقة استعدت أو كابتن محمد مصالحي استعد بشكل كبير جدا من خلال وديات لعبها الفترة الماضية لعب وديات كتير جدا واستعد بشكل كبير كمان بعد تدعيم الصفوف بالمحترف لهذا الموسم المحترف جرت مواجهة توتيا كمان أكيد إن شاء الله هيكون لي نصيب كبير أو تقلق كبير هنشوفه مع الفريق عايزة كمان أطمنك وأطمن كل جمهور النادي الأهلي على لعبنا أحمد قطب أو ده أحد أبرز اللاعبين بالفريق اللي كان طبعا غاب عن الملاعب وعن صفوف الفريق اللي مد كبيرة جدا بسبب إصابة منعته عن التواجد لكنه رعاد إلى المشاركة بشكل كبير إن شاء الله يكون يرجع لمستوى اللي احنا طبعا متعودين عليه منه وإلى بقى فتيات الزهب فتيات كرة الطائرة أو سيدات الطائرة النهاردة كمان هيبدأوا بطولتهم في الدوري عندهم ماتش الساعة أربعة أمام الزهور على صالة الشهداء طبعا كابتن حمدي صفي كمان الفترة الأخيرة لعب وضياد كتير جدا عشان كان تأخر بداية الموسم استعد بشكل كبير جدا إن شاء الله يبقى زي معودونا دايما يفضلوا فتيات الزهب أما فريق كرة السلة سيدات النهاردة بيستعدوا تبدربهم طبعا الساعة 7 على صالة الشهداء استعدادنا لمباراة 6 أكتوبر في الجولة القادمة من السوبر عايز أقول كمان إن كابتن علي هاشم والفريق كله معنوياته عالية جدا بعد طبعا فوزهم بدوري مرتبط المحترفات مؤخرا الفريق معنوياته كبيرة جدا وقادر إنه هو إن شاء الله يكسب كل المباراة القادمة يعني وأخيرا بقى معنا قطاع قرة اليد سيدات اليد النهاردة تحت قيادة كابتن يحيى يوسف تدريبهم الساعة 8 مساء استعدادنا لمواجهة نادي الترسانة غدا ضمن منافسات بطولة الدوري إن شاء الله عايز أقول كمان إنه نهاردة دي هتبقى آخر بروفا أو آخر تجهيز من كابتن يحيى يوسف استعدادنا بكرة للمنافسات إن شاء الله في بطولة الدوري فريق بقى الناشئات اليد النهاردة موليد 2004 هيلعبه مع فريق النصر الساعة 6 بفرع الأهلي بمدينة نصر وكمان فريق الشباب والمرتبط 2002 و2004 هيتمرنوا نهاردة طبعا تدريبهم هيبقى خاص أكتر بالجوانب الفردية خصوصا إن الفريق راحة الفريق الأول راحة حتى يوم 14 ديسمبر بسبب معسكر المنتخب الوطني طبعا دي هاواند كانت كل أخبارنا نهاردة المتعلقة بالندي الأهلي وفرق والرياضية المختلفة أعود إليك مرة تانية في الستوديو تفضل شكرا جدا جدا يا منا على هذه التغطية وكمان كويس أن أنت أطلعتين على حالة التقس والحالة المرورية عشان لو أي حد طبعا من حضراتكو حابب أنه هو يعني ينزل دلوقتي يقضي أي مصلحة فإحنا بنقول لحضراتكو برضو عن الأجواء زي عاملة في الخارج شكرا لك يا منا ترجمة نانسي قنقر